تلقت وزارة الموارد المائية ورية تقريرا بشأن الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع وأعمال تأهيل المساقي وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3838 كم بمختلف المحافظات ولفتها إلا أنه جار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4138 كم بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2706 كم تمهيدا لطرحها للتنفيذ ليصل بذلك إجمالية الأطوال التي شملها المشروح حتى الآن إلى 10682 كم مع ترح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كم يتي ذلك بينما أوضحت الوزارة أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية تعد جزءا من أهديف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 ما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد منها